محمد اللي كان بيكلم عنه أنه حد حاول الانتحار نسأل الله السلامة وبعدين فشل وبعدين بيقول ما يجب أن يصنع من أجل أن يكفر على هذا الإقدام الذي يعني كاد يودي بنفسه لكن ربنا سبحانه وتعالى أنقذه من ذلك الأمر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة للجميع وما يجب على الإنسان أن يهلك نفسه وأنه هذا الأمر عظيم وأنه ذلك الأمر من يعني كبريات كبائر الزنوب أن يقدم الإنسان على إهلاك نفسه وده أمر يعني نهينا عنه وبالتالي أنت ده حتى تتوضى تروح كده تتوضى اللي كان عايز ينتحر ربنا نجادة يروح يتوضى ويحسن الوضوء ثم يتوجه إلى الله بصلاة ركعتين وبعد ما يصلي يستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يغفر لذلك الإنسان ويكثر من عمل الخير لأن الله بشر إن الحسنات يذهبنا السيئات فالإنسان عليه يكثر من الحسنات لأن هذه الحسنات بتغير حال الإنسان حتى صحيفة السيئات بتاعته دي بتتبدل بيغير ذلك الأمر الذي يعني كانت عليه فالإنسان يضيء الصفحات بكثرة الاستغفار الصحيفة دي اللي بيبقى فيها استغفار تطلع يوميا دي بتقرير اللي بيطلع عن كل واحد مننا الصفحة إذا فيها استغفار تبقى كلها نور والصفحة التي ليس فيها استغفار كلها ضلمة فإحنا عايزين كده كده أخطأ العبد أو لم يخطئ إحنا نحتاج إلى كثرة الاستغفار يعني زي ما علماءنا كانوا بيقولوا صبونة الزنوب بتغسل فالواحد على طول يقبل على هذه العبادة التي نغفل كثيرا عنها كثرة الاستغفار فلنستغفر الله سبحانه وتعالى نكثر من عمل الخير أحسن إلى الخلق قدر استطعتك ما أجمل الإطعام وأحسنه نفع الغير حسنات باقيات ويا سلام إذا الإنسان أخلص العمل لله سبحانه وتعالى بحق إياك نعبد فأخلص في جميع ما يقصد النية خالصة لوجهه سبحانه وتعالى ولا السين ولا الصاد أنا أبغي رضاه سبحانه وتعالى جل في علاه وإنك بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق وتسأله التوبة والاستغفار ربما عصية أورثت ذلا واستغفارا خير من طاعة أورثت غرورا واستكبار ساعات أحيانا العبد بيمر بأحوال يتعجب منها وقد أقدم على شيء فظيع كجريمة الانتحار الوحيد يقتل نفسه وسبحان الله ينقلب الإنسان بعدها إلى خير مما كان قبل ذلك وفوق ذلك من الخير والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى العبد على طول بس يلزم باب التوبة يلزم الاستغفار إحسان العمل إلى الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الخلق الإحسان إلى الخلق الإحسان إلى الخلق باب عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا يدا كبيرا في هذا الباب وفي غيره